بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري أحد الشباب ذهب إلى آية الله السيد حسين تستغيب قدست روحه الزكية وقال له أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يقضي لي كل حاجة فأنا شاب قليل الصبر فأنا شاب ماذا قليل الصبر فليس لدي يعني الصبر الطويل والكثير حتى تنقضي لي الحاجة أريد حوائجي تنقضي بسرعة فماذا أفعل فقال له السيد حسين تستغيب قدست روحه الزكية إذا أردت بأن يستجيب الله سبحانه وتعالى لك كل حاجة وبسرعة وبما أنك تقول أنت من الأناس الذين لا صبر لهم طويل في قضاء الحاجات اختصر الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام قضاء الحاجات بعبارة واحدة إن طبقتها أنت قضيت لك جميع الحاجات بلا تأخير فقال له هذا الشاب ما هي هذه العبارة التي اختصر فيها مولاي الأمير علي عليه السلام مسألة قضاء الحاجات قال هذه العبارة حب لأخيك ما تحب لنفسك كيف؟ قال من سترى مسلما ستره الله ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن ظار مسلما ظار الله به ومن شاقه مسلما شاق الله عليه ومن خذل مسلما في موضع يجب نصرته فيه خذله الله في موضع يجب نصرته فيه والراحمون يرحمهم الرحمن وإنما يرحم الله من عباده الرحماء ومن أنفق على أخيه المؤمن أنفق عليه ومن عفى عن حقه لأخيه المؤمن عفى الله له عن حقه ومن تجاوز عن أخيه المؤمن تجاوز الله عنه فهذه هي عبارة ومعنى بأن الله سبحانه وتعالى يحب العبد إذا ما أحب ما يحب لنفسه لأخيه حب لأخيك ما تحب لنفسك وكذلك من دعا لأخيه بظهر الغيب استجاب الله سبحانه وتعالى له فورا هذه العبارة إذا أنت قمت بتطبيقها في حياتك كما تحب لنفسك بأن الله سبحانه وتعالى يستر عليك وبأن الله سبحانه وتعالى ييسر عليك كل أمر عسير وكذلك ينفس عنك كل كربة وكذلك بأن يستر عليك كل عورة وبأن لا يضرك أحدا ولا يصيبك ضر وبأن لا تكون من الأشقياء وكذلك بأن ينصرك الله سبحانه وتعالى في كل موقف وكذلك يرحمك الله سبحانه وتعالى ويجعل الناس معك أرحماء وكذلك تحب أن الله ينفق عليك من خيره والناس يرأفون بحالك وتريد من الله أن يعفو عنك وأن يتجاوز عنك وأن يقضي لك كل حاجة فعلم إن هذا كله بعبارة الإمام علي عليه السلام يختصر حب لأخيك ما تحب لنفسك فإن فعلت ذلك مع الناس والدين معاملة بهذه الصورة التي ذكرها السيد حسين تستغيب فعلم بأن حوائجك مقضية سريعا عاجلا غير آجل خصوصا إذا لم تكن من أهل الصبر في قضاء الحوائج أنت تريد الحوائج تقضى بسرعة هذه الصورة هي أسرع صورة أي أن قلبك يكون مع الآخرين ما تحبه لنفسك تحبه للآخرين ما تكرهه لنفسك اكرهه للآخرين اكرهه عفوا للآخرين الله سبحانه وتعالى فورا بمجرد أن تفتح فماك الله يقضي حوائجك برنامج صباحات ولائية همين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليه السلام وهذا اختصار ما أراده الله سبحانه وتعالى من العبد عندما جعله خليفة في الأرض أن يتعاون مع أخيه على البر والتقوى وبأن ينظر إلى الناس إما أن يكون نظيرا لك في الخلق أو نظيرا لك في الدين بهذه الصورة عندما تتمتع بهذه الثقافة وبهذه الطيبة بهذه الأخلاق العلوية فعلا بأن كل حوائجك مقضية نسأل الله سبحانه وتعالى أن نتبع ونتتبع قول مولانا الأمير علي عليه السلام في كل شيء لأن فيه خير الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى